شكرا لك بكل تأكيد تالية الآن مشاهدين شباب سوريون يعملون على برنامج تعليم تعويض للأطفال اللاجئين بعد انتهاء دوامهم في دراستهم الجميعية بريقة أمل جديدة في العملية التعليمية للأطفال السوريين يضيفها طالب الهندسة نضال دامس وطالبة الصيدلة يومنم سلماني أهلا وسهلا فيكم مساعد صباحكم أهلا وسهلا صباح النور كيفكن يا يومنم نضال؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هاي البادرة انتو اول شي نحن دائما ببرنامج جولة الصباح منحب نسلط على الضوء على هيك مبادرات هاي المبادرة طلعت منكن فردية يعني انتو الاثنين اللي بتعملوا هذا الشي انو بتروحوا بالدرس وطلق أطفال السوريين بالأردن ولا في مجموعة اكتر من اكتر انتو حالين عم تمثلوهم الهوان احنا اكتر من طالب جامعي احنا حوالي 11 متطوع القسم الاكبر منهم طلاب جامعيين وفي عنا بعض الاساد اللي كانوا اساسا هني بسوريا اجت الفكرة وقت شفنا ضعف التدريسة اللي صار للاطفال بسبب انقطاعا عن الدراسة كان في مدام رولا واساز عبد الرزاق اللي هني مسؤولين عن هذا المشروع اكترحنا علينا الفكرة واطرحنا مع المتطوعين اللي هني احنا ضمن جامعة وحدة اجي اقبال على الفكرة وابلشنا تمام نبال لو تحكي لنا اكتر كيف الواحد ممكن يلاقي وقت يخلص جامعة بدرس اطفال يعني ممكن تحكي لنا القصة كيف تقضو هذا الوقت هذا الآن بالتنظيم بالتنظيم كل شيء تلاقي يعني عندما تستطيع توفر وقتك عندما تنوي التطوع صراحة عندما تكون عندك نية التطوع انا اول شيء كنت خايفة عن هذا الموضوع كثير انه خاف اني ما لحق الجامعة تمام ما لحق دراسة الجامعة او اني اصر بحق الطلاب انا من عرضت علي الفكرة لكن بعد الدراسة يعني وكانت الادارة ابدا ما كانت مقصصة الخصوصات كون صعبة صيدلة و هندسة و هندسة مدنية احنا منشوف ان يقفلوا حال الباب دراسة 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 ما بطلعوا بزبط انا متخيل حالنا عم نعطي وقت لبرا بزبط بس مثل ما بتنظم وقتك انت اقدرة انك تكون ملحقة للدراسة بالدراستك بالجامعة و اقدرة انك تكون ملحقة كمان انه ما تكون مقصرة معها الطلب انا بالبداية كنت خايفان كثير من هذا الموضوع انه اصر الدراستة او اصر انه معها الطلب لكن الحمدلله الامور كانت تمام طيب كتير مني طيب شو حسيتوا خلال هاي التجربة كيف حسيتوا شو النقص عنده الطلاب يعني اكترش الاطفال يعني خاصة بيعني المنقطعين عن الدراسة شو حسيتوا انه في ناس كتير كانت منقطعا الدراسة حسيتوا انه مثلا في مواد معينة بحاجة انه هدول الطلاب انه يتعلموها اكتر شو نتجة طلعتوا منها هلا اكتر شغلي هني اساسا فقدوا رغبتهم على الدراسة كامل انطاع سنتين او ثلاثة الطالب معت فيه الفئة بكير معت فيه روحه عن مدرسة معت تعلموها 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 على راحة انه يوعد على التلفزيون فقد كل الرغبة اساسا حتى رجعتهم عن مدرسة كانت بجو يعني ما جوان تغير عنيهم كل الجو تعرفوا عناس جديد منهاج جديد حتى الاهل عن منهاج جديد معت قدروا يساعدوهم بهذا الشي فالطالب صار يشوف حالو حتى الشاطر عم يتراجع يتراجع حتى صار يقول انا بدي اترك المدرسة وفي كتير حالات صارت هيك هلا اكتر شغلي بتوقع الضعف فيه هي المواد العلمية كمواد حفظ تاريخ او جغرافيا بقدر الواحد شو اللي يدرسوا بيدرسوا مناهج شو هي المواد بيدرسوا المناهج الاردنية المناهج الاردنية انتو عم تدرسوا على المناهج الاردنية على المناهج الاردنية اكي تفضل مثل ما قلت لي الضعف كان اكتر شي بالمواد العلمية كون هي بده فهم اكتر من حفظ فنحنا حاولنا ان نعوضهم بالمواد العلمية الاساسية الموجودة بمناهجها تمام هلا بما انه هنا ناسيين المناهج وصار في انقطاع عن الدراسة لا ايام ممكن نعرف شو اهمية المشروع بالنسبة للكم وين الهدف اهمية هذا المشروع ولا مين تكون توصلوا هلا هدف اول شي انه نرجع نرغب الطلاب بالدراسة نحنا كمان كفريق بريق او كالمعهد عنا ما بسم اعتمد على الدراسة لا في عنا دورات رسم ايلون قبل فترة طلعناهم كمان رحلات عم نحاول حتى يعني انه بس نعمل لهم امتحانات اللي مثلا بيجيب علامة اعلى او اعلى شي نحاول نحفزهم بهدايا باية شي اللي يرجع يحبوا الشي اللي هني عم يعملو يحاول مثلا اذا ما كان جاي عبالي يدرس صير فيه تنافس بيناتهم اللي يجيبوا علامة كاملة لياخدوا الهدي نحنا بهذه الحالة منكون خليناهم انهم يدرسوا تحصيلهم العلمي عم نحاول انه نخلص مثلا درس قبل المدرسة بروحوا بشاركوا فيه وتعم بشوفوا حالهم انه صاروا مثل غيرهم وصار في مشاركة وصار في تفاعل بقلب الصف هني عم يرجع شوية شوية حب الدراسة تماما نضال انت بتدرس هندسة مدنية هندسة مدنية ويومن صيدلة طيب شو المواد يعني انت شعم تاتيش عقب يعني هل انه مثلا انتو مجموعة من المدرسين عم تتخصص بمواد معينة بتعطوها للطلاب ولا انه مثلا بتفوت بتشوف شون عص الطالب اي مواد بدأ سيديها لا يمكن انك تفقد انه اي مواد ماش منك ممكن انك thin ايال ملامحل الأولي وزينко 98CM نتكون ان اتعطى اي مواد حين اجلسة انه هندسة طالب هندسة يعني يضعي مماكة مكة الرياضيات والفيزياء اخف ـ تلاقيين باعط هاي المراحل بحبز ان أنTR المراحل انه بتشوف меш reconocه قريب منه فمتمكن منه في نقطة مهمة، العلاقة عن النظام تعليمي بين سوريا أو إردن دستعلموا في سوريا أو أردن؟ ボorgان مستخدمين بالسعودية معروفة نظام التعليموي عربي هنا في أردن. هل يكون عربي أو إنكليزي؟ مثل الرياضيات وكيميا والفيزياء؟ بنسبب الرياضيات للفيزياء، لا، بنظام الإنكليزي ولكنبشر على الأخر فترة طبق بأولوا لها النظام طبق اللغة الإنجليزية بهذه المواد طبقوها حتى أنا بالسعودية كمان أنا كدرست باللغة الإنجليزية درستها فكنت متمكن منها لكن هون لا بالعكس أنا المنهاج بالعربي ليس بالإنجليزية الرياضيات والفيزن والرموز يعني كل شيء تعلق بالمادي بالعربي ولا فيها أي شيء إنجليزي نعم ويومن شو بتدرسي مواد؟ أنا بدرس أحياء وقسم الصفوف الإنجليزية طب يومن نحكي شوي شو ضفت لكم هالتجربة خبرتكن عم تشوفي إنه التجربة كانت صعبة ضفت لكم شي بتحكي لنا شوي عن هالموضوع هلأ كل شيء أولتكن صعب يعني حتى مهما انتفقنا كان أولته كل شيء صعب بس مثل ما قاللك بالتنظيم الجدول كان نحط إنه يناسبنا كلنا كدوامنا بالجامعة كدراساتنا يعني بتزيد مهاراتكن؟ أكيد بيزيد مهارتني حتى أنا هلأ في مواد مثلا بصيدة اللي كنت عم بشرح يصف عشر أحياء نفس الدرس بس طبعا عن مواد أكبر عم باخده عن الفطريات وهيكا نفسه يعني أنت مجرد عم تراجع المواد الأخدتية على مراحل الدراسي والمواد الأخدتية كلها تحتاجيها بالجامعة هل تفهمت شنون؟ لا بلاكس تكون عم تستقوى أنت يعني الواحد مثل ما بيقولك بيعمل رفلش على كل على أغلبية المواد طيب عم تركز جهودكم حاليا اليوم بعمان فقط هناك فكرة أن يطور المشروع يصير يعني مشروع مبادرة ينضم فيها أكثر خاصة أنه مثل ما بتعرف أن السوريين منتشرين أكثر بمناطق كتير ونحن قبل بجولة الصباح حكينا كمان أنه في كتير طلاب نقطعين عن الدراسة بالشمال قريبين على مخيم الزعتري هم تفكروا تطوروا هذا الشيء مستحبلة؟ نحن مبدئيا نحن مكتفين بعمان لحكي لك ليش هلأ شركة بريق شركة بريق مو بس بالأردن أو بعمان حتى إلى معاهد بسوريا داخل سوريا نعم لكن نحن هون أول ما بلشنا مشروعنا بلشنا بلشنا بحلقة ضيقة تفهمت ليش لون ما كنا متوقعين أن الإقبال يكون لهالدرجة هاي لكن نحن من أول شهر من أول شهر من أول شهر لحظنا إقبال كثير كبير يعني صررنا معتي مكان لقيلهم صررنا الطلاب اللي هي صررنا الردم أكتر من اللي نستقبلهم معتي مكان لكن هلأ الفكرة اللي عم تندرس فكرة التوسيع المركز داخل عمان بس نطل حتى أفهم يعني الطلاب هم بيجوا على مركز تعليمي وانتم من تلك أنه معهد و و يتسجيل طبعا يتسجلوا يتصلوا 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 هل الأسعار كيف أو مجانة؟ مجانة مجانة وانتم بالمقابل عمل تطوعية أو يمكن أن يخطروا نحن عمل تطوعية نحن عمل تطوعية حتى نحن مكتفيين بالطلاب السوريين نحن في عنا قسم من الطلب الأردنية الأردنية نحن سير في تدريس لهذه هل تدريس لجميع الجنسيات يعني مو محدد فقط من الجنسية السورية أو الجنسية يدامج لإلون ويمكن هذا أنا بن آي نرى بجهة نظري أهل للطفل لأنه حلول للطفل أنه لا يشعرون جنسية أنت من الملد معين يدامج نحن 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 أقصد أن نقصد دمج للأطفال جميع هل تحسون أن الأطفال يحتاجون دعم نفسي زائد التعليم أو يمجحون يتدامج معكم هناك بعض الطلاب يريدهم دعم نفسي يريدهم مشاكل لديهم دعم نفسه وفي بعض الطلاب يعني لا أنه الحمد لله أمورهم تمام ولكن نحن يعني أد ما نقدر أن نحاول أن نطلعهم من الجو ونساعدهم يعني نحن مو اختصاص الدعم النفس ولا أنه شان هيك سأبتك مو اختصاص لكن نحن إن شاء الله أنه نكون يعني أنه نقدر هذا الشيء ونقدر أن نطلعهم حتى نحن يعني طيب ما هو النتائج له هلأ اليوم يمن يعني يعني أدي أصلكم تقريباً بهذا المجال وكيف النتائج عم بتكون إن كان بالمدرسة أو نتائج الامتحانات هلأ تقريباً نحن صلنا حوالي ثلاثة شهر هلأ ما أقول لأولته كان كثير صعب والعلامات أبداً ما كانت منيحة بس مثل ما قلت لك ما نحن عم نحفزن إنه لأ رح تصيق مثلاً واحد يجي بقول لك إن أنا كان حلم يصير عيك هلأ لو شو ما ظل ما رحقوا لأ منحاول نحفزن إنه هاي نحن قدامكم ليكونا هون وعم ندرس جامعات هذا التحفيز اللي عم بصير بالعكس عم بيخلي الطالب يتشجع يدرس أكتر إنه أنا أخذ هديئة أو أنا أدرس جامع الحمد لله العلامات شوية شوية عم تتحسن ما بدي قولك مثلاً طالب كان يأخذ صفر صار يأخذ عشر لا بالتدريج الحمد للهرب العالمين عم يلاقي نتيجة تعبن وتعبن الحمد لله الحمد لله الحمد لله ودورة محل أمية دورة محل أمية السيدات والرجال ودورة المتسربين متشمل الطلاب من ست سنين يعني للصف الثالث أو للصف الرابع اللي خال من منقطعين عن الدراسة لأساس ما دخلوا مدارس بالزبط أعطيكم الفعال الله يعافي لو نحكي عن دور الأهل أدي الأهل بتوجهو لهم رسائل لحتى يدعموا أطفالهم العملية التعليمية بتحتاج الوالدين بكل تأكيد لأنه هني بيكملوا عمر المدرس في المنزل فشو نحكي للأهالي يومي؟ الأهالي أكيد كونهم بيعدوا مع أطفالهم وقت أكتر يعني إحنا قد ما عادنا معهم عادنا ساعتين ولا ثلاثة بالأسبوع ما رح يكون قد أهدت الأهل يعني الأهل لازم يكونوا فوق راس أولادهم يعني أنا برأي حتى بالفترة اللي نقطعوا فيها ما بيستقضيها لعبوا ومدرجوا كان فينا نجب لنا القصاص أي شيء يكون هادفي إنهم يتعلموا منها لازم الأهل يكونوا مساعدين بهذا الشيء إنه مثلاً ولد أصر يصير فيه عقاب يصير فيه أي شيء تحفيز إلو إذا جاب علامات منيحة حتى الأهل يحفزوا ما بيست المعهد يصير فيه تحفيز ما في حدا ما بيتمنى أولاد يكونوا بأعلى المراتب إذا إن شاء الله يا رب تكون جهودكم كلها مشكورة ونحن أكيد ندعم هذا المجهود التطوعي من شباب مثلكم نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح الدائم في حياتكم شكراً كثيراً لكم نضال دامس طالب الهندسة وأيضاً يوم مسلمانية طالبة الصيدالي شكراً كثيراً نتمنى لكم شكراً كثيراً شكراً كثيراً